مسلسل إدارة سجن جو المركزي في البحرين بتعمودها التضييق والاستهانة بسجناء الرأي والمعالضين السياسيين والحقوقيين مستمر انتهاكات متنوعة داخل السجن كحرمان الأدوية والعلاج اللازم تعطيل أجهزة التبريد في الغرف ومنع النوم ومصدرة الملابس لكن ما لم يكن بالحسبان هو انتشار أمراض معضية ربما تودي بحياة المعتقلين إفادات وأقارب السجناء التي استمعت إليها المنظمة الحقوقية في لاوينة الأخيرة ترسم صورة قاطمة عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة المتعمد في سجن البحرين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان طالبت السلطات البحرينية بوجوب ضمان المعتقلين والسجناء بمعايير الرعاية دون تمييز مشيرة إلى الزنازين المقتضة بأعداد كبيرة تصل إلى ثمانية عشر سجينا عدم استفاء مياه الشرب للشرط الصحية وشح المياه داخل دورات المياه الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض في الجلد كما ورد أن بعض الحالات التي وصيبت في العدوى لم تتلقى العلاج المناسب رغم مناشدة العوائل ولجوئهم إلى مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين فيما أنذر المعتقلون بانتقال مرض الإنفلوانزا إلى غرفة اثنين من مبنى ثلاثة عشر وثلاثة من مبنى أربعة عشر ونقلوا أن عوارض تلك الإنفلوانزا شديدة جدا من بينها ارتفاع خطير في درجة الحرارة بدورها تطالب منظمة أمريكيون بالتحرك لتأمين العلاج المناسب للمصابين وعدم حرمانهم من أبسط حقوقهم بالرعاية الصحية تطالب المنظمة الحقيقية بضمان حصول المعتقلين على حقهم في الرعاية الصحية الكافية وضرورة نقل كل ضحية تعذيب إلى مركز صحي ملائم لتشخص حالتهم أصرف العلاج المناسب لهم ولأن ما يحصل في سجن جو يمثل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية دعت منظمة أمريكيون المجتمع الدولي للضغط على سلطة البحرين لإنهاء المعاملة اللا إنسانية وسياسة الإفلات من العقاب بحق منتهكي حقوق المعتقلين